رح منحكي هلأ عن رابطة قدامى مدرسة الأتنى يلي عم تتأسس هلأ مع باتريك شرباتي رئيس الرابطة وإميل عكر أمين الصندوق قررتوا ببلشوا تتحضروا أو تتأسسوا للأميكا لرابطة القدامى ترجعوا هيك تلموا الشمل مثل ما نحن منقول باللبناني ليه قررتوا تتأسسوا هلأ؟ صراحة هو لأنه أنفاتنا نحن مروح على المدرسة 15 سنة نقضي حياتنا هونيكي نتعرف على العالم بيصيروا أصحاب وفجأة متخرج من المدرسة وكل واحد بروح من ميلته بقى بمنسابة 50 سنة لمدرسة الأتنى بمبادرة من مجموعة من قدامى المدرسة وبدعم كبير من إدارة المدرسة ومسو أنتون حاية مديرة قررنا نخلق أميكال للأتنى ترجع نجمع كل هالكدامى تتلاقوا ويصير في تواصل بينهم خليني أقول أنه ما في أحلام من الأصحاب الأدمين يعني نحن منقول أنه ربينا سوا بالمدرسة يعني منربع سوا فعلا مثل الأخوة لأنه منكون عمر كتير صغير يعني منوعا عندنا نحن وهالأصحاب منمرق مراحل حياتنا والمراهقة ومنكبر نحن وهالأصحاب عن جد حرام أنه ما نضع المجموعين سوا وهالسنة هي السنة الخمسين لتأسيس مدرسة القتنى لفتح حلوة كتير منكم بس فيه كمان أهداف غير أنه نلتقى مع الأصدقاء أستاذ عكا نعم هي الأهداف الأكتر شيء لمصلحة الكل هي لمصلحة المدرسة لمصلحة الكدامى لتلميز بعضهم بالمدرسة وللبنان على نظاق أوسع نحن هدفنا أن ننشق مثل شبكة تضامن يلتقوا كلها الكدامى على عدة أصعدة يكون على أصعد ترفيه أو عمل أو تبديل الأفكار تبادل الأفكار وأهم شيء نقدر نلاقي للتلميز اللي بعضهم بالمدرسة مثل فرص تدريب بالصيفية أو بين الفرص أوريينتيشن يعني مثل نوع من الرشيد وشو فيهم يعملوا بعدين ويأخذوا فكرة شوي وكيف الحياة يعني وللقدامى فينا كمان وللتلميز اللي بيتخرجوا من الجامعات في نخلق لهم فرص عمل عند الكدامى اللي عندهم شركات أو وعننا روعة عن جد روعة هالفكرة أنه الأدمين يساعدوا الجديد يعني هون بتكونوا عم بتضلوا تتابعوهن تكونوا هيكي مثل حميينهم يعني أو عاملين لهم نوع من دعم كل الحياة لحتى يلقوا مكانهم بهالمجتمع أدي حلوة الفكرة هي هي إجت الفكرة أنه مظبوط مثل ما عم تقولي أنه تماهلوا المتخرجين الشديد دغري يفكروا أنه بدنا نهاجر أو بدنا نشتغل برة دونك من هالنطاق نخلق لون مثل إطار يقدروا يلاقوا فرص عمل هون من الأهداف اللي كمان حطينا لقلنا هو دعم للمدرسة تا دايما تقدر تطور حالة وتطور قدراتها تتقدم أفضل أفضل مستوى تعليم ممكن كيف؟ بأي طريقة يخدم يخدم المجتمع والحياة طبعا اللي عم تطور عم تتغير أوكي كيف من خلال يعني اليوم المدارس كلها عم بتواجه مشاكل إن كان مادية أو يعني نحنا هدفنا نقدر يصير فيه دعم معنوي ومادي للمدرسة من خلال تبرعات طبع الكدامى من خلال مشاريع نقدر نعملها ونقدر من خلالها نجمع الليزيم مشان تساعدوا وتدعموا أدما فيكم معنية هوني في دعم للمدرسة في دعم للطلاب ما هيك رح بيكون من خلال صندوق رح بتأسسوه صح؟ نحنا بعد ما هلأ بعدنا عم نأسس بعد أفكار يعني تاخد شوية وقت بس هذا الهدف هذا من الأهداف أنه يصير عنا صندوق منح أو تعاضد لتلميذ اللي أهلهم كانوا من القدامى طبعا المدرسة نعم كمان بتكون تأسسوه منشان هيك عم تدعو الكل أنه يكونوا موجودين وفي موعد للجلسة الجمعية الجمعية التأسسية هي نهار الجمعة بـ 24 الأول أكتوبر بعد كم يوم الساعة خمسة بعد الظهر بين مدرسة الأتناب بصليم أكيد من هون نحن ندعي كل الكدامى أنه يكونوا موجودين ويقولوا يوصلوا الخبر لليل من مش عم يقدرنا اليوم بس أنتم بلشتوا تواصلوا معهم نحن بلشنا تواصل معهم وهلأ مع السوشال ميديا هين أسهل صار أنه تقدروا توصلوا للكل في تعاون في التجاوب مع يعني هلأ بلشنا بلشنا صفحة الفيسبوك ونشوف هنا شوية أدرسات ونشوف هنا شوية أدرسات ونشوف هنا شوية أدرسات وعنا إيميل إذا بيحبوا يتواصلوا معنا تلميز نعم وعني عم نحرك هالصفحات الرزو نظلنا إن كونتاك مع الكل يظل في اللينك يعني بيننا أدامتوا أين يعني نحنا هدفنا بأول مرحة بالجامعية تأسيه نوصل يكون فيه شيئا متين شخص موجودين مشانا كتير عم نشتغل بهالموضوع معناتها شو بيكون في بهالجام التأسيه جامعية تأسيه من خلالها بيتوافق على الستاتو تبع الجامعية نزام نزام الأساسي والداخلي وبينعرضوا الأهداف اللي كنا هلأ بشوي عم نحكي عم النون وبينعرض كيف كيف مفروض كيف ينتسبوا للجامعية أوكي و شوشورات الانتساب كلها يعني شوشورات الانتساب اللي هي نحنا تقريبا في عنا شهرتين أكيد لازم يكون الشخص تخرج من المدرسة أو على القليلة كان يضل بالمدرسة سنتين أو ثلاث سنين أوكي بينعد أنسيا بينعد أنسيا حطا لو ما خلص حطا لو ما تخرج من الأتنى لأنه متل ما بتعرفي بأيام الحرب كان في كتير يغيروا مدارس كل الوقت وبلدين بقى حبينا من هالشروط أنه نجمعهم يرجعوا إذا كانوا الأشخاص غير مقيمين بلبنان ممكن يكونوا عم بشاركوكن أيضا فكرتوا بهالموضوع نعم نشنك عنا كل الفيسبوك واللينكتين وإنستغرام وبالإيميل فينا نتواصل نبعط لهم مثل الاستمارة بيعابولنا إياها وكون عنا نعمل دايركتوري لكل التلميذ وكيف نتواصل معهم إيميل تليفون بدلوا علم شو عم بيصير قد المدرسة تجاوبت معكم معناتها هوني عم بتكونوا بتكونوا تشتغلوا طبعا مع كل الأفريقاء بالمؤسسة التربوية يعني عم نحكي عن إدارة المدرسة عن لجنة الأهل عن لجنة الأسادزة وعن أكيد الطلاب هلأ نحنا بما أنه بعدنا مبلشين أكيد التعاون مع إدارة المدرسة ومثل ما قلت كان فيه كتير دعم منهم ومشان ينجح تنجح الأميكال وأكيد مع الوقت رح هوفلي نقدر نطور شغله ونتعاون مع لجنة الأهل ومع لجنة الأسادزة بالموضوع اللي بتهمنا تنينتنا وبكون فيه عمل أكيد لحتى تقدروا تحققوا هالأهداف وترجعوا تحطوا مشاريع يمكن هوني كمان بيصير فيه تقسيم العمل أيضا والليجن سعكر بخلال هالاجتماع بقلب الجميع رح نميليجين حسب شو المشروع اللي رح مباشر فيه بس بعدها مبلشي القصة يعني بعدنا عم نجمع الناس لأنه ضاعين تعارفين فيه ناس مسافرة فيه ناس ألون عشرين سنة برات لبنان بنرجع 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 نجيب الكل نكون عنا على قليلة كونتاكسة بقول ما نقدر نحكي معه نكون فيه سلي تواصل يعني بترجعوا بتاخدوا ممكن يعني اقتراحات جديدة ممكن نزيدوا شوي على العمل ممكن نزيدوا شوي على الأفكار وتبلشوا تحطوا رزنامة عمال نحنا من بعد هاي اللجنة تأساسية أكيد حسب يعني أكيد رح نضالنا نشتغل تا يجينا أكتر تا يصير فيه قداما أكتر من تسمين للجمعية وبذات الوقت رح نحط بلان داكسيون بالنسبة للمشاريع خلال السنة الجاية أكيد أول هدف لقلنا هو هو العضوية أنه أكبر عدد يكون موجود تاني شي التواصل الدايم مع البروموشيونات تالت شي هن البروموشيونات بين بعضهم يجتمعوا لأنه مش الهدف أنه بس نحن نجتمع مهم نجتمع سوا وهن بين بعضهم يرجعوا يتلاقوا إن كانوا بلبنان أو برات لبنان يعني كمانا بالمرحلة الثانية هدفنا أنه نخلق مثل أميكاليت على صعيد البلدين يلي متوجدين فيها الأنسيان تبع الأتنى يعني أنا بدي أقول ديجاب يمكن بلشتوا تحسوا هيك بالشعور أنه منرجع للطفولة دايماً لما منرجع منلتق مع الرفق الأديمين وكلنا يعني من نعيشة بلشتوا ترجعوا تشوفوا أصحابكم بترجعوا بتحسوا حالكم منرجعتوا أولاد هيك مننسى لوقت الحياة المسئوليات نتذكر كل المدرسة نتذكر كثير إشي يعني بالمدرسة بصير معنا وهيك بطريقة منطرق مثل كأنه ما فلناينا ما تركنا ولا نهار المدرسة يعني اللقاء بيكون دايماً كثير كثير هايين ومنقلي منطرح ما تركنا يعني نعم وهيدا مشين هيك يعني إذا بدنا الهدف الأعلى للأميكال هو أنفات ما يضيع هالشي ما تضيع هالقدرات هالقدرة على التواصل والطريقة الحكي الهيني بين الأشخاص يلي هي قوة وفينا نستثمرها مشين شيء أفضل نخلق شيء أفضل بمجتمعنا وللأشخاص يلي منتسبين لهالجامعية وهال يعني الرفقة يلي عن جد ما فيه أزا ما فيه إلا محبة ما فيه إلا فرح ما فيه إلا ضحك يلي دايماً منشوفهم مع رفقاتنا القدامة بدأ لكم جود لك أكيد منذكر بأنه الجامعية التأثير رح بتكون نهار الجمعة بـ 24 أول الساعة خمسة بعد الظهر بالمدرسة مدرسة الثانية بيب صليم يعطيكم العافية أميال عكر أمين صندوق ربطة القدامة وباتريك شرباتي رئيس أهلا وسهلا بيكون هيك منختم حلقتنا بـ MTV Alive لليوم أكيد الموعد جدد بكرة على الساعة 8 ونوص كنا على الموعد باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر